الكويت واحدة صورة تعبر عن التلاحم الوطني في الكويت فالجميع يقفون صفا واحدا أمام هذه المحنة فلا تفرقة مذهبية إذ أن المصابة هو الوطن كما يقول كثيرون الكويت نسيج واحد ولا يمكن تأثر فيه الأحداث اللي تصير إحنا بلد واحدة ألفة واحدة لحمة واحدة كتلة واحدة نسيج واحد وأسرة واحدة من شيخنا صباح إلى أصغر مواطن كلنا على خط واحد ما تفرقنا لا المشاكل ولا المصائب ولا أي شيء إحنا قد نختلف بالرأي قد نختلف بالفكر قد نختلف بتوصيل المعلومة إلى آخر لكن نتفق في مبدأ واحد هو الكويت الناس تحاول تفقع من المجتمع الكويتي وهذا نسوي التفجير يعني ما لا شغلي عني يعني لا شيعة ولا سنة هذا واحد أصلا لا لا دين ولا مذهب هذا يعني أنا ما أقول لنا هذا يعني أحدد أقول لنا هذا سني أو طائفي أو شرش الله أنا أقولها وأعلنها بكل حرف أقوله اللي حصل في جامعة الإمام الصادق عليه السلام مستحيل وثم مستحيل ينالون مو ينالون أي شمون ذرة من النسيج الكويتي لن ينالوا ولن يشموا ذرة من النسيج الكويتي ويعتقد البعض أن هدف التفجير هو تمزيق النسيج الاجتماعي وإشعال فتنة مذهبية بين أبناء الكويت لا أعتقد أن هذا الحادث أو غير هذا الحادث قد يعني يفتت الوحدة الوطنية اللي يشوف الكويتيين من بره يقول هذولا عندهم ألف مشكلة لماذا؟ احنا عندنا حرية سياسية وحرية التعبير كبيرة وتتكلم بقوة وبوضوح وبصراحة لكن اللي ما يفهم الثقافة المجتمعية السياسية الكويتية يقول راح تكون عندهم مشكلة الكويت وإن كانت تشهد تنافسا سياسيا بين أطراف متعددة تشتد حينا وتخبط أحيانا أخرى إلا أن سرعان ما توضع هذه الصراعات جانبا أمام مصلحة البلاد كما حصل بعد تفجير المسجد حسب كثير من المراقبين أثبت المجتمع الكويتي أنه أقوى من أن تمزقه أيدي العبث والإرهاب وذلك من خلال تجاوزه لأزمة تفجير جامع الصادق حمد المحمود سكاي نيوز عربية الكويت